اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والأم والأب إن تلك الأقدام التي شاخت والتي تجعدت لربما كانت مفاتح أبواب الجنة تحتها لكن من العما من العما أن يطرق بعضنا أبواب طويلة يريد السعادة مع أن لديه في بيته أم أو أب النداء الأول نحن أيها الإبن أوسط أبواب الجنة فهل تضيع أم تحفظ هل تضيع أم تحفظ والنداء بعده يا بني أتعلم أن دعوة واحدة من أمك وقلبها قد احترق من عقوقك لربما زلزل المستقبل الذي بين يديك بعض الأبناء الآن هو في شقاء تزوج وطلق توظف وفصل لا زال مهموم مسجون في صدره لربما بسبب قول أم جرحت وأذاقها كأس العقوق ذاك الشقي فقالت رح الله لا يوفقك وها هو في شقائه وها هو كلما طرق باب من فتح وكلما سلك طريق وقع يا بني دعاء الولد على والده دعاء الولد على ولده مستجاب فلماذا تخرج من قلوبنا ومن ألسنتنا ما لا نحبه ندعو عليك لجحودك لصدودك يا بني يمدحونك الناس أنك نعم وفزوع وكريم ما شاء الله لكنك عندنا أبخل الناس وأشرص الناس وأحط الناس والدليل هذا الوجه وجه مكفهر بعضنا يتبسم في وجه ضيفه جاره صديقه بل بعضنا يتبسم في وجه عمه والد زوجته أكثر من تبسمه في وجه أبيه ويتبسم في وجه عمته أم زوجته أكثر من تبسمه في وجه أمه حول عور عرج كل ذلك بسبب أنه يريد عطاء الدنيا أوصلت الدنيا وما علم أن من أجل نعم الله عليه أن يكون لديه ذاك الباب فليحفظ أو ليضيع يا بني لسنا أغبياء وللمعلومية الأب أذكى من الإبن في معرفة المشاعر بعض الأبناء يخدم والده لكن وهو كاره قم مشينا يلا الروح تبسو قلت يلا مشينا إني لا أريد منك أن تخدمني وأنت قد أجبرت على الخدمة وعلى الصلة بعض الأبناء ينافق في البر يصل والده والسؤال لماذا تصله قال ماذا نقول للناس تركوا شايبهم تركوا عودهم تركوا أمهم يا بني إن هذا النفاق لا يجعل كبار البر حب ينبعث الحب وضاءه في الوجه وأن تجعل هذا البدن أن يكون في خدمة أبيك وأمك يا بني تذكر قول الله إما يبلغنا عندك عار عليك يا بني أن تكون قادر أن تكون عندي أو أن أكون عندك وتسكن في الجنوب وأنا في نجت وتحسن إلى نفسك بالوظيفة وأنا بحاجة للخدمة أي مستقبل يا بني تبحث عنه وتبنيه وأنا يحسن إلي عامل ويمر علي الناس في كل أسبوع يتحسنون فيه وأبنائي اللي حامل دكتوراه واللي ضابط واللي معلم واللي مشرف واللي عسكري وأو وكلهم مثقفون ولكنها ثقافة الجهل والعور الله قال إما يبلغن عندك عار على الإبن أن يسكن في بيت غير بيت والده أو والدته إذا كان قادر لأن الله أمر الإبن خاصة عند كبر الوالدين أن يصحبهما من أحق الناس بحصن صحبتي صحبتي أي من الذي لا أفارق في حياتي أمك 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 ثم يأتي الأب في المرتبة الرابعة لماذا ترتب يا بني ترتب حياتك فتجعلني وأمك في المرتبة العاشرة ما هذا العور ما هذا ما نقص الفقه هذا ولذلك تقول لا أوفق وأبنائي ليسوا بررة والوقت ما فيه بركة والراتب ما فيه بركة لأن الحقوق لديك مهترئة منهدمة أمك قبل ذلك ربك ثم الذي رتب الحقوق يا بني هو الله هو الله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف يا بني إذا كبر الأب والأم عادوا كأنما هم الصغار الذين يحتاجون إلى رعاية تفرقت الأسنان وضعف البنان وضعف البنيان وقصر النظر يا بني إن صبرك علي في كبري ورحمتي وقد كنت أرحمك وقد كنت أصبر عليك يا بني الرجولة التي يدعونك الناس برجل يا مثقف يا من إذا تكلمت في المجالس ملكت الألباب يا بني كنت في حجري تبول وتتأت وتفأف فلما بلغت مبالغ الرجال تحسن إلي إحسانا بمنه إن الأب والأم كما ذكرت يعرفون البار من أبنائهم ما تلاحظون أيها الأبناء أن بعض الآباء يحب محمد ولا يحب سعد وصالح وابراهيم وخالد ليس المراد حب لأن هذا الولد يخدمهم بمحبة وبشوق ينثر العين وماء العين والمال والحلال وكل شيء ينثره لهم لبيك ما أجمل شاب وتراه في تهامة قحطان بيض الله وجهه أقول له يا ولدي عرف البر قال البر يا مطوع أنك تصير إحذن في رجل بوك وإحذن في رجل أمك ولا يطعون شوكت ولا هم ولا غم وانت تشم الهواء تكفى يا شيخ تنومس من الكلام وتبيض الله وجهك يا بني يلت من ياخذ شهادات ناس كثير حملوا مؤهلات لكنه الجهل الذي لا يضر وعلم لا ينفع يا بني الأب يعرف البار من أبنائه تدخل على أبيك يا بني ومعك الواتساب والجوال وتنظر في الجوال أكثر من وجه أمك ومن أبيك وأول كان يأتي بجريدته وبعضهم يضاحك من حوله والأب صامت والأم ترقب وإذا انتهى قهقهاته واتصالاته خرج مع الباب تبا لابن بين يديه باب الجنة ويطرق بابا غيره وتبا لابن يدخل السرور في الواتساب وتويتر وصفحات الفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل الغبي أحيانا وبني نديه بين يديه صلة توصله برضى الله ولا يرضي ربه ولا يخفض جناح الذل لهم يا بني نحن نرحمك وأنت لا ترحمنا يا بني نرحمك ولكن نجدك كريم مع الناس أما تلاحظون بعض الأبناء في ماله كريم يعطي المره وخواله وأنسابه وأصهاره يكب عليهم فإذا اتصلت الأم حول لي مصروف قال ما عندي شيء ما هذا الكرم ينخلها العوجاء نسقيك فلما استتم بناء طولها مال رأسها وأكل ثمرها الجيران مع أن الذي كان يسقيها الأب والأم يا بني جمال الحياة يوم أن تبادر بالبر ليس البر أن أطلب فتستجيب وأمنع وتمتنع البر ليس هذا لو كان البر أمر نهي فالعامل اللي عنده بوك راعي الغنم ولا السواق أو الخادمة التي عند الأم أبر منا ألف مرة والله أن الخدم والسواقين أبر منا والعمال وموصل الطلبات والممرضين والممرضات إلو أن الأمر والنهي لكانوا أبر البر أن تقرأ ما في نفسي وأن تقرأ ما أفكر فيه وأن تأتي ما أحب قبل أن أنطق به وأن تجعل حياتك محراب بر لأنها محراب طاعة لا لذة للحياة إذا طلبت وأعدت الطلب بعض الشيبان يطلب الطلب الأول في شهر محرم ويا الله يجيه في شعبان فقد مات البر واحترق فضلك بعد لا فضل لك يا بني بادر واعلم أن البررة هم الذين يبادرون قبل أن يطلب منهم قرة العين ما هو بعض الأبناء يقور العين وبعضهم قرة عين يا بني ما أجمل أن أراك تبادر في بري بمالك وما أجمل الهدية تحبون الهدايا يا أخوان كلّا يحبها ولو سواك نحن يا بني لربما أغنى منك ولربما أفقر منك لكن الهدية لها سحر ولها فعل ولها أثر تجعل القلب واللسان يرضى عليك فلماذا لا تدفع من دنياك لنا إلا إذا طلبنا ولماذا نرى الهدايا ووقفاتك مع القبائل ومع أرحامك وقفات تضيء الوجه إلا مع أبيك ومع أمك ومع إخوانك فإنها تسود الوجه أأنت ترائي بالنفقة أأنت تراقي بالنفقة وهذا نداء الأب يقول الأب يا بني سمعت أن الفقهاء يقولون أن الأب لو ملك أمال الأب الإبن أخذ المال فيما ليس الإبن في حاجة له أعيدها يا بني سمعت أن بعض الفقهاء وبعض القضاة يقضون بهذا الفقه أن الأب لو انطلق على إلى مال إبنه الذي ليس بحاجة له وملكه وباعه صح بيعه وصح ملكه يا بني قال حبيبك عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك فلا منه ولا شكر ولا كرم للإبن أن يعطي والده من المال الذي له حق شرعي فيه ما كان زائدا ما كان زائدا عنه ترجمة نانسي قنقر